سوق الفكهة طبعا مليان اصناف فكهة كتير وحاجات كلها معروفة والمصريين بيحرصوا على انهم يشتروها لكن في الايام الاخيرة ظهرت فكهة غريبة ناس كتير ما تعرفاش وبدأت تسأل عنها لانهم اتفجوا بيها الغريب في اسمها لكن الاغرب من كده هو سعرها الخيالي فيش فكهة سعرها بالشكل ده ابدا ايه هي الفكهة دي وليه اسمها غريب كده على المصريين وليه الاقبال عليها ضعيف وده اللي احنا هنعرفه من خلال التقرير التالي في الاوانة الاخيرة بدأت بعض الانواع من ظهور في بعض المتاجر الكبرى وفي بعض المدن ومن غير ما نسمع عنها او نعرفها فكهة التنين وايه هي وايه فويدها وسعرها فكهة التنين ودي برضو معروفة باسم الفرولة الكمثرة وهي فكهة استوائية معروفة بجلدها الاحمر الغريب وتعتبر من اغرب واغلى الفواجه حول العالم الفكهة دي تبدو غريبة لكنها نكهتها مشابهة لنكهات الفواجه الاخرى يوصف طعمها بانه حلو وقليلا لانه مزيج بين الكيوي والكمثرة ويبتنمو في جنوب المكسيك وامريكا الوسطى لكن اليوم تزرع في جميع انحاء العالم وتم زراعتها في مصر منذ اكثر من ثلاثة عشر عام من غير ما يكون زراعتها معروفة اوي ويوجد منها ثلاثة انواع وهم الابيض والاصفر والاحمر لكن اكثرهم انتشارا في العالم هو الابيض شكلها الفريد وتعمها الغريب كان سبب في انها تحظى بشعبية كبيرة في اغلب دول العالم وبين عشاق الطعام والمهتمين بالصحة بيقول احد خبراء الطعام لاحد المجلات التي نشرت عن الفكهة باعتبرها احدى الغرائب لحسن الحظ لستو مضطرا للعيش في المناطق الاستوائية للاستمتاع بفوائدها التي لا حصل لها فيمكن العثور عليها طازجة او مجمدة في محلات السوبر ماركت الكبيرة بجميع انحاء العالم وتتميز فاكهة التنين بسعرها الغالي حيث يصل سعر الكيلو من هذه الفاكهة نحو 569 جنيه مصري بحسب عرضها داخل المتاجر الكبرى في القاهرة والسر في السعر الغالي بيرجع لكونها فاكهة نادرة وتتميز بالعديد من الفوائد الصحية فضلا عن مظاق طعمها اللذيذ وبالنسبة لفوائدها فهي كثيرة لانها مليئة بمضادات الاكسادة فتحتوي هذه الفاكهة على العديد من مضادات الاكسادة التي تحمي خلاياهاك او خلايا الجسم يعني من التلف وخاصة الكابد والرئة والجهاز التنفسي وبتمنعك من الاصابة بالامراض المزمنة وبتحتوي هذه الفاكهة على مضادات الاكسادة وفايتامين سي وبيتا كاروتين والليكوبين والبيتالين ورابطت دراسات النظم الغذائية ان هذه الفاكهة غنية ومضادات الاكسادة هو ما يعمل على انخفاض خطر الاصابة بالامراض المزمنة لقدر الله كمان من فوائدها انها بتقوي جهاز المناعة وبتوفر كميات كبيرة من فيتامين سي وخصائص تقوي المناعة وتجعل جسمك محصن ضد نزلات البرد والانفلونزا الفاكهة دي من ضمن فوائدها انها بتعالج مشاكل الجهاز الهضمي وتعزز نمو البكتيريا الصحية في الامعاء واللي بترتبط بعلاج مشاكل الجهاز الهضمي الميزاتها كمان انها بتمنع الاصابة بالانيميا لانها بتمد الجسم بالحديد مع فيتامين جيم وكمان مزيج من المعادن بتحسن امتصاص الجسم للفايتامين المهم ثم اللي هو الفايتامين جي ثم يعمل على تضافق الدم بشكل سليم ويمنع حدوث الانيميا ايضا فكهة اتنين محملة بالالياف حيث تقدم سبع جرامات من الالياف لكل واحدة مما يجعلها خيار ممتاز مش خيار اكل يعني اختياري يعني ممتاز لتلبية احتياجاتك اليومية من الالياف وكمان هي مصدر طبيعي للماغنيسيوم حيث تعد هذه الفاكهة مصدر رائع للماغنيسيوم وده طبعا انصر غذائي ضروري لاكتر من 600 فاعل كميائي حيوي في جسم حضرتك وبكده نكون وصلنا للنهاية شكرا لكم